الحقيقة كمان فريق الاعداد الحقيقة مشكورا عمل بعض اللاعبين الخريطة الحرارية لبعض اللاعبين تفتكروا لحضراتكم يمكن المباراة موزنبيك كلمنا على تريزيجي الخريطة الحرارية بتاعته كانت عاملة ازاي بعيد تماما عن منطقة الخطر كلمنا عن الخريطة الحرارية بتاعت محمد صلاح في مباراة موزنبيك وانه هو الراجل كان تقريبا بيلعب في نص الملعب وبعيد تماما عن منطقة الخطورة او المنطقة اللي هو مميز بيها يعني الخريطة الحرارية لمحمد حمدي مثلا الباك الشمال النهاردة كمان عندنا الخريطة الحرارية لمصطفى محمد مثلا مصطفى محمد لغاية دلوقتي من أفضل لعبين المنتخب المصري في هذه البطولة راجل في الملعب دايما كده بنقولها بلغة الكورة ودي بتاخد يعني بتلمي معها كل حاجة لما بنقول الولد ده راجل في الملعب يبقى بيقدي شكل ادفاعي كويس وشكل هجومي كويس وبيقدي على مستوى مركزه بيعمل الحقيقة حاجات كتيرة جدا بيطلع بره التمنتاشر عشان يدخل حد من نص الملعب يعني كمان مش بس بيقوم بدوره كراس حربة لكن كمان بيقوم بدوره ممكن جدا تلاقيه بيخرج كتير من التمنتاشر الخريطة الحرارية هتبقى يلا ان غريب قوي ان مصطفى محمد بعيد شوية عن منطقة التمنتاشر رغم وجوده كثيرا جدا في المباراة في لحظات معينة جوة التمنتاشر مصطفى محمد الحقيقة لعيب مميز جدا افضل لعبين انا شايف ان تريزيجي من افضل لعبين الموجودين في منتخب مصر خلال المطشين اللي فاتوا شايف ان عمر مرموش كمان في مستوى اكتر من رائع ولازم نستفيد بعمر مرموش في الحطة اللي يطلع لك منها انتاج كتير عمر مرموش على مستوى الجناح جناح جيد جدا ولكن انا شايف ان عمر مرموش وده اللي حصل في مباراة غانا انه انه يخش فيه جنب جنب مصطفى محمد كراسحر ده الخريطة الحرارية لمصطفى محمد برضو تاني هرجع مع حضراتكو الجزء الاحمر ده هو اللي اكثر تواجدا مصطفى محمد الجزء الشاد والاحمر ده اللي اكثر تواجدا الاصفر الاقل تواجدا ليه وجود مصطفى محمد لكن تقريبا ما شاء الله ما سح الملعب كله لكن كمان بره حدود بره حدود الخطورة وبره حدود المطلوب ده غزبا عنه ليه لان الحقيقة الحقيقة ما كانش فيه جمل واضحة على المستوى الهجوم ان احنا نقدر احنا بنلعب على الاطراف بنستغل الاطراف او بنستغل الباك اليمين او الباك الشمال فحيبقى فيه كروسات فحتلاقي مصطفى محمد تواجده اكتر جوة 18 طيب على مستوى التمريرات والتمريرات العميقة من العمق فحتلاقي مصطفى محمد شوية كمان على القوس لكن علشان مصطفى محمد الحقيقة بينزل كتير جدا عشان يستلم الكور عشان يبدأ يفتح شوية صغرات ومساحات خل في ظهر وكان لازم الجزئية دي لازم هيخش فيها هيخش فيها الاطراف لو كنت بتكلم على محمد صلاح في الشيط الاولاني لو كنت بتكلم على عمر مرموش لكن الحقيقة محمد مصطفى محمد من افضل اللعيبة الموجودة في منتخب مصر وزي ما بقول لحضراتكو الشراسة الهجومية عندنا ظهرت في اخر نص ساعة مباراة غانا ده لازم يكون موجود المباراة اللي جاية انا دايما بقول انا دايما ببص لقدام باخد اخطاء يمكن الفترات اللي فاتت ولازم اتكلم على اللي جاية عمر مرموش قدام حضراتكو بيلعب طبعا طرف او بيلعب جناح شمال الخريطة الحرارية جيدة جدا كمان لازم يكون فيه تواجد اكتر شوية لعمر مرموش جوه الثمانتاشر وانا بقول لحضراتكو لو عمر مرموش لعب جنب مصطفى محمد او تحت مصطفى محمد شوية ممكن جدا هتلاقي تأثير كبير جدا ايجابي على المرموش زي ما شفناه في مباراة غانا على مستوى الاطراف لعب كويس وشفناه يعني بيمر بشكل كويس وكان فيه مش عارفين يوقفوه كان دايما فيه فاولات على عمر مرموش وهو بيلعب وينج شمال لكن اول ما بيخش جوه ميل شوية جوه الثمانتاشر تحت مصطفى محمد شوية هتلاقي رايب جدا من الثمانتاشر هتلاقي رايب جدا من مرحلة التسديد ومرحلة التسجيل وده اللي شفناه فيه يمكن الهدف اللي احرازه عمر مرموش دي خريطة الحرارية لامام عشور امام عشور الحقيقة كان افضل اللاعبين من افضل اللاعبين خاصة في الشرط التاني مجهودا وشكل ايجابي في الحالة الهجومية والحالة الدفاعية بيمسح منطقة كبيرة جدا جدا خاصة نحت شمال الصورة اللي قدام حضراتك وتواجد كبير جدا جدا فيه النواحي الهجومية بعد خط النص وكمان بيساعد جدا فيه النواحي الدفاعية لكن كمان مطلوب من امام عشور كمان انه يكمل كرقم تمانية وزيد بشكل كويس دول الحقيقة ثلاث لعيبة كان الخريطة الحرارية بيتبين ان مازالت الشراسة الهجومية عند منتخب مصر لسه مش في افضل حالتها اه ظهرت بشكل كبير جدا في اخر تلت ساعة اخر نص ساعة مباراة غانا لكن انا زي ما بقول لحضراتكم كل دوة بنتكلم على الماضي خلاص احنا الماضي مش هنقدر نعمل فيه حاجة لكن ناخد من الجزء دوة المباراة اللي فاتت وخاصة المباراة غانا ونبنى عليه للمباراة اللي جايه وخاصة ان المنافس مختلف شوية منتخب غانا مع احترامي للاسم الكبير ما كانش المنتخب القوي ما كانش المنتخب اللي يخوف منتخب مصر ما عملش خطور على المرمى الا من اخطاء الحقيقة اخطاء صعبة جدا جدا من منتخب نحن يعني عندهم محمد كدوس هو لعيب مميز جدا استغل صغرتين قدر يحرز هدفين لكن على مستوى ان هم ضغطونه وفي فرص كتير واوة ما كانش موجود وبالتالي انت هتلاعب منتخب الرأس الاخضر منتخب مختلف من حيث لعبه الكورة طلوعه بالكورة الهجمات المرتدة السريعة اللي بيعملها بيلعبه بلوك زون بشكل كويس وعندهم قدرات فردية قد تفوق بعض القدرات الفنية اللي لعيبه منتخب غانا رغم اسم غانا الكبير ولكن منتخب الرأس الاخضر ازبت خلال الماتشين اللي فاتوا وخاصة مباراة النهاردة انه هو الحقيقة منتخب قوي ومنتخب يصحق الاحترام بعض الناس بتقول خلاص بقم يعني خلاص هو مباراة بالنسبة لنا هتبقى مباراة الراجل هيريح اللعيبة بتاعته هتبقى هيلعب بالصف التاني هو ضمن دلوقتي خلاص صدرت المجموعة فحينزل اللعيبة اللي ما لعبتش باتطفق معك مع الحرص ان اللعيبة اللي ما بتلعبش دي كمان لعيبة ممتازة لعيبة جيدة مش لعيبة كسر يعني لو اللي بيلعب اه هو اللي كويس والقاعد برة ما بيلعبش بالعكس ده كمان اللي ما بيلعبش عنده رغبة وعنده إصرار وعنده قوة بدنية لانه عنده مغزون من اللياقة البدنية الراجل ما لعبش فترات طويلة الماتشيني اللي فات فحتلاقي طاقة كبيرة جدا هتلاقي قوة كبيرة جدا هتلاقي سرعة وحتلاقي كمان فنيات بشكل كبير